احنا الحمد لله في مصر وتبقى الارقام الاخيرة حتى لغاية النهاردة احنا بنتكلم في يعني يمكن 860 اصابة او 850 اصابة بالزبط هم دول اللي موجودين على مستوى جمهورية مصر العربية دول لما نيجي نسيبهم لعدد السكان اللي هو المئة مليون طبعا يبقى الحمد لله احنا مصر بتعتبر مزالت في المرحلة المتوسطة واحنا لسه الحمد لله وربنا يحفظنا ويسلمنا ما زال بعيدين عن المرحلة الخطرة او المرحلة التالتة اللي احنا كنا كلنا بنتخوف منها اللي هو استفحال وانتشار المرض وبالتالي يمكن مع مراجعات اللي اتعملت بتنسيب الاعداد الامراض المرضى لعدد السكان مصر الحمد لله ما زالنا في مرحلة المرحلة المتوسطة اللي اللي النهاردة بتلقي علينا عبء مهم جدا كحكومة وكمواطنين ان احنا كلنا مع بعض نتكاتف عشان نفضل محافظين ان احنا موجودين في هذه المرحلة الموضوع النهاردة الطبيعي ان الارقام على مستوى اليوم هتبدأ تتزايد احنا الاسبوع اللي فات كان المتوسط ممكن في التلاتينات او الاربعينات الاسبوع ده هيبقى المتوسط في ما بين الستين الى السبعين او التمانين ممكن هيبقى الاسبوع الجاي ممكن اكتر شوية كل ده ما يقلقناش لان طالما مازال في المنحنة التدريجي او التصاعدي المتدرج ده ما يقلقناش في اي حاجة القلق الشديد هيكون ان احنا فجأة نفاجأ ان هناك اعداد بالمئات ببضعة المتوسطة بالالاف في يوم واحد هتبقى دي هي الخطورة الحقيقية اللي احنا لا نريد ان شاء الله ان مصر تنزلق اليها موضوع ده مرتبط بايه بكل الاجراءات الاحترازية اللي احنا النهاردة بناخدها وايضا وانا بقى ايها مرة واثنين ومليون التزام المواطنين المصريين